تعهد حلف شمال الأطلس النيتو بتوسيع مهمة التدريب التي يقوم بها في العراق كرد مبدئي سريع على دعوة الرئيس الأمريكي دولاند ترامب إلى القيام بدور أكبر في الشرق الأوسط وقرر وزراء دفاع الحلف زيادة عدد أفراد الحلف الذين يقومون بمهمة التدريب في العراق الذين يبلغ عددهم 500 فرد من خلال نقل بعض القوات المنتشرة ضمن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب في العراق وقال الأمين العام للناتو ينسي ستولتنبرغ أن مهمة الحلف في العراق ستستأنف في أسرع وقت ممكن ورفض ذكر مزيد من التفاصيل وقال أيضا أنه لم يتخذ قرارا بشأن عدد القوات التي سيعاد تكليفها من التحالف اليوم أعاد الوزراء المتحالفون تأكيد دعمنا للعراق واتفقوا من حيث المبدأ على تعزيز مهمة الناتو التدريبية الناتو موجود في العراق بدعوة من الحكومة العراقية وسنبقى فقط في العراق طالما رحب بنا لأن الناتو يحترم بالكامل سيادة العراق وسلامة أراضيه وهدفنا هو زيادة قدرة القوات المسلحة العراقية حتى لا تحتاج إلى دعمنا